نشف مصدر قضائي عن تأجيل المحكمة الاتحادية النظرة في الدعاوة المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات إلى الثالث عشر من الشهر الجاري وقال المتحدث باسم تحالف الفتحة أحمد لسدي إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت بعدة دعاوة قضائية بشأن نتائج وقانون الانتخابات لافتاني لأن الدعاوة المقدمة على تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفحصة من جانبه أشار عضو التحالف محمد الغبان إلى أن المحكمة ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الألمانية